تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وصادف الدعاء وقتا من أوقات الإجابة الستة ثم عدها رحمه الله تعالى واحدا واحدا الأول الثلث الأخير من الليل وهذا من أحرى أوقات إجابة الدعاء وأعظمها شأنا لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له وهذا يدل على أن هذا الوقت العظيم المبارك الثلث الأخير من الليل من أحرى أوقات الإجابة ومن أعظم ما ينبغي أن يتحرى فيه العبد دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه قال وعند الأذان وعند الأذان عند الأذان أي بعيد الأذان مباشرة وهذا وقت عظيم في تحري الدعاء وذكر بعده الموضع الثالث بين الأذان والإقامة ذكرهما موضعين بعد الأذان مباشرة وبين الأذان والإقامة وكلاهما وقتان عظيمان لإجابة الدعاء أما الذي بعد الأذان مباشرة فهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا سبقون بالفضل حازوا فضيلة عظيمة إن المؤذنين يفضلوننا هذا من التنافس في الخير وحرصهم على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول فإذا انتهيت سل تعطه إذا انتهيت قل مثل ما يقول إذا انتهيت سل تعطه فلاحظ هذا الارتباط بسماع الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تأتي ما جاءت به السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سؤال الله الوسيلة له عليه الصلاة والسلام ثم انفتح لك باب الدعاء انفتح لك باب الدعاء وهو وقت عظيم حري بأن يجاب دعاءك فيه سمعت الأذان هذه وسائل بين يدي دعائك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله له عليه الصلاة والسلام الوسيلة بعد هذا لا تقف ادعو الله وتحرى من الدعاء ما شئت لأن الدعاء حينئذ مستجاب الموطن الثالث بين الأذان والإقامة جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ولهذا هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة وقت ينبغي أن يستكثر فيه من الدعاء أن يستكثر فيه من الدعاء وأن يجعل العبد لنفسه فيه نصيبا من دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل فعلا الرابع أدبار الصلوات المكتوبة أي قبل السلام وهذا أيضا وقت عجيب وفاضل وحري بأن يجاب دعاء الداعي فيه لأنك وقفت متطهرا واستقبلنا قبله وكبرت وعظمت الله وتلوت كلامه وركعت وسجدت وخضعت وذللت وانكسرت بين يدي مولاك جل في عناه ثم جلست جلسة التشهد جلسة ذل بين يدي الله جل وعلا بعد هذه الأعمال العظيمة الجليلة ثم دخلت على الله تحييه وتعظمه التحيات لله والصلوات والطيبات ثم جئت بالشهادتين ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة الإبراهيمية فأصبحت حينئذ في موط حري أن يجاب فيه دعاءك ولهذا جاء في حديث أبن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سل ثم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يعني دبر الصلاة قبل السلام وهذا وقت ينبغي أن يتحرى فيه الداعي الدعاء قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة والساعة الأخيرة من يوم الجمعة ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها يعني وقتها قليل يسير ساعة يقول ساعة هو يشير بيده إشارة إلى أنه وقت قليل هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته فوقت يتحر فيه الدعاء العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان وإليه ما أشار هنا ابن القيم القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا ومقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وهو يروى مرفوعا ومقوفا لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة يعني ما بعد العصر إلى الغروب وهذا أيضا جاء فيه حديث تتمه للحديث الأول في فضل هذه الساعة قال عليه الصلاة والسلام وهي بعد العصر وهي بعد العصر ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة هنا انتبه يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة ويحرص على الدعاء وهذا مهم جدا في الصلاة صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي ويوم الجمعة وقت السجود في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد وقبل أن يسلم الإمام فهذا حري بأن يكون دعاء مستجاب بإذن الله والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا كان بعض السلف وهذا ينقل عنهم أنه إذا كان إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي فيه مصلاة إلى المغرب بقي فيه مصلاة إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر